السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الخميس 28 كانون الأول ديسمبر طبعا القمر اليوم لآخر يوم موجود في برج السرطان وبعد منتصف ليل الخميس على الجمعة يعني تقريبا ب23 دقيقة بتوقيت جرينتش يعني 12 و23 دقيقة بتوقيت جرينتش رح ينتقل القمر لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 و4 دقائق من مساء اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو بما أن القمر موجود في برج السرطان معناته خلال هذا اليوم نشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط من حاول خلق جو من الأمان إلا ولا أنفسنا ولا أحبانا ولا أطفالنا إحنا من ميل في هاي الفترة للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي بتجعل بعض منها يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام وخصوصا للأكل والشرب لأنه بالفترة هاي لازم نراقبهم بشكل جيد لأنه بتكون شهيتنا مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو الاهتمام أكثر بأطفالنا أو قضاء وقت ممتع بالمنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين عطارد وبين المريخ هاي الزاوية الساعة 12 و 31 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة اللي هي الأربعاء على الخميس بتوقيت جرينيج بسبب هاي الزاوية بسود شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد منثور بشكل مبالغ فيه في وجه من ينتقدنا أو بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا بتكون ردة الفعل عنا بكشف عيوبه وأخطاءه تجعلنا عصبيين سريعين الانفعال والتهيج برضو بتدفعنا للنزعات والتعقيدات والخصومات في حياتنا الحميمة والمهنية كما أنها بتزيد من احتمال التعرض لجروح أو حروق في نشاطاتنا اليومية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون ساعة أربعة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسليه غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزي والسينما والكمل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نيبتون عايز زاوية رح تكون الساعة 224 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفا واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للمسرح والروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتأجج العاطفة تجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن ننعيش أوقات ممتعة جدا تعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم ويبدعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نيبتون هاي الزاوية ذروتها الساعة 10 و14 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي برضو ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا إنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناول الأدوية لأنه ممكن يتناولوا أدويتهم بطريقة خاطئة وهاي الزاوية برضو بتضعف من إرادتنا وقدرتنا على الكفاح والمبادرة وبثير من رغباتنا الجنسية وبتسبب لنا نزاعات مع المحيط وبرضو يعني هيك بتدفعنا لاستهلاك الكحول والأدوية والمهدئات برضو بتسبب حوادث من الماء أو الغازات أو الضباب دولياً بتدل على اضطراب سياسي في بلد ما بسبب ازدياد مفوض الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية أو المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو إضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة أو مشاكل تتعلق بكل ما ذكرت أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي زاوية رح تكون الساعة 10 و 56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار يبدأ ساعة 10 و 56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية الساعة 12 و 23 دقيقة بعد منتصف الليل يعني بعد 23 دقيقة من دخولنا في يوم الجمعة بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتياد ينراجع الطبيب عندنا المعدة والكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي وغشاء الجنب وغشاء الصفاق وبرضو الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر بالنسبة لهذا اليوم لا يوصى بإجراء عمليات جراحية لأن القمر ما زال بمراحل الاكتمال مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة البسيطة مش الجراحة العميقة أو الجراحة الكبرى التجميلية يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر زي ما حكينا موجود في السرطان وخلو المسار ذكرناه أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 16 يوم في تمام الساعة 53.55 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش بنبدأ في اليوم السبعطاش نسبة الإضاءة 96% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيدة بنسبة 60% القمر في السرطان حتى يوم 29-12 يعني لغاية ما بعد منتصف الليل زي ما ذكرنا سعيد بنسبة 60% الآن في ساعات الصباح سعيد بنسبة 85% ساعات العصر سعيد بنسبة 70% ساعات المساء سعيد بنسبة 45% عطارد في القوس بيتراجع حتى يوم 2.1 منتحس بنسبة 75% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4.1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا في مورئ الهاصلة بالبيت والعائلة لا تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذروا التصرف العداء وما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من الإرهاق النفسي وممكن تسمعوا عتاب أو لوم بسبب إهمالكم أو كلام جارح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات كونوا أكثر صبرا على الطرقات وهذا اليوم يوم مناسب لا اجتياز امتحان عبروا عن رأيكم ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات وما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة أم اليوم ما رح تهدأ وتيرتك من كثرة النشاط برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هدية أهم شنو تخففوا من النفقات بتناقشوا مواضيع بتتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها وبتفتح أمامك أبواب للحوار والنقاش البناء برر مواقفك ووضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة وبرضو اليوم بيحمل لك فرصة أو فترة فيها نوع من أنواع التقدم وأخبار جديدة بتعيدلك نشاطك لحياتك اليومية ويعتبر من أجمل أيام الشهر بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بسيطر التعب عليكم اليوم لأن القمر موجود في بيت المتاعب إنجزوا فخط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو المرض خلال هاي الفترة وبتفشل أعمالك في حصد التأييد أو في حصد النجاح وبتخيب أعمالك لتأجيل أو إلغاء في اللحظات الأخيرة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أي أحد اليوم بناسبك العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وإنت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفاهم الآخرين لإلك وممكن تحصد أو تحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معك لا تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح صحيح إنه في بعض القلق والتوتر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتنشط اليوم في مجال السفر والاتصالات البعيدة أهم شيء تكون أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش وأجمل اللحظات وأكثرها حظاً على المستوى العاطفي على مستوى الدراس الجامعية على مستوى السفر المراسلات الخارجية أو التعامل مع الأجانب وبتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن وتحرك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اتصرفوا بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولععادة بعض الأمور لنصابها حذروا من مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن يتعالج موضوع مالي أو موضوع إداري برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة وتعتبر هاي فترة متوترة لأن القمر موجود مقابلك تماما فممكن تتورط في أزم ما ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أهم إشي أنه هذا الشيء ما رح يعيقك يعني أجل لحد ما تصير الظروف مناسبة بعدين اقدم أهم إشي أنه برضو لا توجه انتقاد لأي أحد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا انكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زميل في العمل وبرضو انتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات اللي بيشعر بشيء غير اعتيادي يراجع طبيبه وغير أولوياتك إذا دعت الحاجة وما تعاند وباكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل أو تقصير عشان ما تضطر للعمل وقت إضافي برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم واليوم برضو بيقدم لك فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية أو كذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتاز جدا اليوم في كثير من المزايا الإيجابية بتقدر تمارس هواية أو حتى تهتم بنفسك أكثر أو تهتم بالأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء